السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماك دونالد تعتمد اللون الأزرق وتلون أكياسها بالعلم الإسرائيلي هذا الشعب أو هؤلاء الصهاينة التابعون للحكومة الإسرائيلية لأن هناك أنواع من الصهاينة وأنواع من اليهود وأنواع من العرب وأنواع من المسلمين لم تعود الناس حتى في البيت الواحد على قلبي رجل واحد أو فكرة واحدة أو رأي واحد ابتلى الله هؤلاء الذين احتلوا فلسطين ابتلاهم بالشعب الفلسطيني حقيقة الشعب الفلسطيني أثبت بأنه من العدم صنع قضية عندما هاجموا فلسطين العصابات الصهيونية الهاجانا وغيرها من العصابات وارتكبوا مجازر دير ياسين وغيرها من المجازر ودفعوا بغاربية الناس حوالي مليون أو أقل بقليل للهروب من فلسطين إلى دول الجوار بعضهم هرب إلى الضفة الغربية وقطاع غزة هؤلاء اللاجئين صنعوا القضية الفلسطينية في الخارج صنعوها أول ما صنعوها في الأردن عندما كانت فلسطين تمثل في جامعة الدول العربية بهيئة اسمها الهيئة العربية العليا حتى ليس فيها اسم فلسطين صنعوا القضية الفلسطينية أول ما فرضوها فرضوها على النظام العربي الجديد في حينه وأصبحت منظمة التحرير هي التي تمثل الشعب الفلسطيني واسمها منظمة التحرير الفلسطينية وتضم كل الفصائل الفلسطينية بقيادة العمود الفقري لهذه الثورة وهي حركة فتح هذه الثورة قاتلت إسرائيل أكثر من خمسة وعشرين عاما من الخمسة وستين لنقول إلى يعني اثنين وتمانين سبعة عشر عاما ثم يعني وجهت لها ضربة قوية في بيروت عام اثنين وثمانين فأخرجت من بيروت وشتت المقاتلون الفلسطينيون في عدد من الدول العربية بينها تونس والسودان واليمن والجزائر ومصر وسوريا وبقي عدد قليل منهم في لبنان بعد ذلك ارتأ الفلسطينيون عندما قررت الولايات المتحدة والدول الغربية أن يقيموا تسوية في الشرق الأوسط عام 1990 تخيلوا معي هذا التاريخ هذا التاريخ يصادف مرور خمسمائة عام على خروج العرب والمسلمين من الأندلس بالضبط خمسمائة عام وقرروا أن تكون عملية المصالحة العربية الإسرائيلية في هذا التاريخ وأين كان المكان كان في إسبانيا أي في الأندلس سابقا الدول الغربية تهتم كثيرا بالتاريخ وبربط الأمور ببعضها البعض وبرموزها التاريخية نحن ربما لا نكترث لهذا الأمر لكنه يحمل معاني عميقة حتى الطاولة التي اتخذت شكل T باللغة الإنجليزية التي لها معنى كل شيء رتبوا له في هذا الأمر كان له معنى منظمة التحرير كانت مشتتة ضعيفة فسعوا إلى أن يمثل الأردن الفلسطينيين يعني المملكة الأردنية الهاشمية تمثل الفلسطينيين ثم بعد ذلك رست التسوية على أن يكون ضمن الوفد الأردني عدد من الفلسطينيين يمثلون الشعب الفلسطيني تخيلوا إلى أي مدى اللعب والتلاعب وكان في حينه صائب عريقات والدكتور عبد الشافي رحم الله الرجلين وكانت السيدة حنان عشراوي بعد ذلك باختصار استطاعت منظمة التحرير أن توقع اتفاق أوسلو سراً عن الولايات المتحدة حتى مع الإسرائيليين مع إسحاق رابين واشيمون بريز وهذا الاتفاق هو الذي أدخل الفلسطينيين إلى أرضهم لأول مرة وبنوا المؤسسات في أرضهم وخاضوا الصراعات في أرضهم وتصارعوا فيما بينهم في أرضهم لأول مرة عام 93 بعد مرور كم عام على النكبة ثمانية واربعين ثمانية وخلسين ثمانية وستين ثمانية وسبعين ثمانية وثمانين بعد مرور خمسة واربعين عاماً على النكبة دخل الفلسطينيون بموجب اتفاق أوسلو هناك من اعتبر اتفاق أوسلو اتفاق خياني وهم يعني محور المقاومة والممانع الآن سوريا ومن معها في ذلك الوقت كانت هي التي تقود هذا المحور وهناك من اعتبر اتفاق أوسلو بأنه اتفاق سيفرض تفسير البنود الذي فيه الطرف الأقوى ولحسن الحظ الفلسطيني دائماً على أرضه وأي شعب على أرضه هو الأقوى استطاع الفلسطينيون أن يفسروا كثير من بنود هذا الاتفاق بما يخدم مصالحهم من ضمن هذه البنود التي فسرت بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية هو موضوع جواز السفر مثلاً الذي بنح لكثير من الفلسطينيين في الخارج موضوع كثير الحقيقة لها علاقة بالأراضي وبناء المؤسسات وانتخابات المجلس التشريعي وفيما بعد تمكن الفلسطينيون من الحصول على عضوية مراقب في الأمم المتحدة وأصبحت دولة معترف فيها ولكن دولة بصفة مراقب لأن إسرائيل لم تحدد حدودها ولم يحصل الاتفاق النهائي مع إسرائيل التسوية لم تكتمل وبالتالي لا إسرائيل لها حدود محددة ولا الدولة الفلسطينية لها حدود محددة وإن كانت القرارة الدولية تنص على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كما هو منصص عليه بقرار المختلف على تفسيره أيضاً لكن ظل ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية صامتون على موضوعين القدس واللاجئين وحدود 67 ثلاث موضوعين الحقيقة إلى أن جاء موعد التسوية النهائية عام 2000 ذهب ياسر عرفات إلى الولايات المتحدة واجتمع مع باراك يهود باراك وبرعاية كلينتون الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في كامب ديفيد وسميت كامب ديفيد اثنان تنازلت إسرائيل للفلسطينيين عن 96% من الضفة الغربية وقطاع رزة وأبقت على الأربعة في المائة وهم في محيط القدس يعني الحي اليهودي وما أدراك المرحوم ياسر عرفات رفض قالوا له إن الدول العربية موافقة قال لهم أعطوني دولة عربية بحجم مصر أو السعودية توافق وأنا أوافق من بعدها فلما يتمكن الأمريكيين أو الأمريكيون من جلب موافقة عربية واحدة على التنازل عن هذه الأربعة في المائة مجمل ما يطالب به الفلسطينيون هو 22% بما فيه القدس الشرقية قال لهم ياسر عرفات قولته المشهورة إذا وفقت الآن على هذا الكلام فإنني أدعوكم إلى جنازتي لأن فلسطيني سوف يقتلني نعم رفض ياسر عرفات وكثيرون يلومون ياسر عرفات على هذا الرفض ولعلني كنت منهم أنا مع إجراء التسوية ليس خوفا من الحرب ولا أنا انبطاحي ولا أنا متخاذل ولا أنا عميل ولا أنا جسوس كما يدعي البعض ولكن لأنني أعتبر بأن الإنسان أهم من الأرض ونحن في مرحلة لا بد أن نهتم بالإنسان الفلسطيني يستحق هذا الإنسان بعد أكثر من سبعين عاما من المعاناة أن نهتم به وأن تهتم به الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير والدول العربية يستحق لقد قضي على عدة أجيال من أبناء الشعب الفلسطيني في خضم الصراع والثورة وجاء موسم الحصاد وعلينا أن نبدأ بالاهتمام بالإنسان الفلسطيني لأنه يعني لو حررنا الأرض وكان الإنسان الفلسطيني مدمرا فما هي قيمة الأرض وقيمة فلسطين إذا كان أهلها شعب مدمر أنا كنت أحرص على أن يكون الإنسان الفلسطيني قوي ومتعلم وقادر ومصحة نفسية وجسدية جيدة حتى يتمكن من البناء وبناء بلده على كل حال بعد هجوم السلام الفلسطيني الذي دائما أنا ما أسميه بهجوم السلام ظل ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية صامتون على ثلاثة مواضيع الحدود القدس اللاجئين حتى جاء موعد المفاوضات النهائية وكما قلت لكم ذهبوا إلى الولايات المتحدة إلى كام ديفيد هناك هناك تم طرح مسألة اللاجئين والحدود والقدس وتعثرت المفاوضات على أربعة في المئة من الأراضي هذا الرفض أدى إلى قتل الرئيس ياسر عرفات قتلوا ياسر عرفات قتلوا ياسر عرفات وكانوا قد جهزوا للساحة الفلسطينية ولمنظمة التحرير بديلا من الإرشيف البريطاني من رحم تنظيم الإخوان المسلمين وصنعوا لنا حركة حماس وفرضوا على الرئيس محمود عباس أن تدخل حماس إلى الانتخابات ودخلت حماس الانتخابات وقال الرئيس محمود عباس أنا أعرف بأن حماس ستربح الانتخابات ولكنني مصر على أن تشارك حماس في هذه الانتخابات فعلا ربحت الانتخابات وبعد اتفاق مكة المكرمة تسلمت حماس الحكومة الفلسطينية وبعد تسلمها الحكومة الفلسطينية انقلبت على هذه الحكومة وحسمت الوضع العسكري في غزة لصالحها وأصبحت لها حكومة في غزة مقابل حكومة أخرى في الضفة الغربية هنا ضعفت القضية الفلسطينية هنا ضعفت القضية الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم 15 عاما القضية الفلسطينية تعاني من الانقسام انقسام جغرافي وانقسام على مستوى الرأي العام الفلسطينيون منقسمون منهم مع حماس ومنهم مع فتح ومنهم ضد فتح وحماس ومنهم يعني هذا الانقسام الفلسطيني كانت تغذيه إسرائيل بدليل أن الفترة الأخيرة شاهدت علنا دخول الأموال القطرية إلى حماس عن طريق الموساد الإسرائيلي عن طريق البنوك الإسرائيلية كان العمادي يحمل حقيبة المال ويأتي من إسرائيل إلى غزة عبر معبر إيريتس بوضوح وكانت هناك تصريحات كثيرة لبن يمين تانياهو يؤكد فيها على دعم وجود حماس في غزة لأن هذا الدعم يؤدي إلى استمرار الانقسام وهو ما يختم دورة إسرائيل ويؤدي بها إلى أن تمنع الفلسطينيين من الحصول على أي شيء من حقوقهم بحجة أنه لا يوجد شريك يمثل كل الشعب الفلسطيني حتى نتفاوض معه وأخذوا يقدمون الأراضي بالضفة الغربية ويبنون المستوطنات ووصلت الوقاح بهم إلى أن بن يمين تانياهو في كلماته الأخيرة عام 2023 أمام الأمم المتحدة رفع خريطة لكل فلسطين التاريخية يدعي بأنها إسرائيل وألغى مشروع دولة فلسطينية مستقلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة ولطالما تحدثت التسريبات عن وجود مشروع لترحيل أهالي غزة ووضعهم في منطقة العريش بمساحة أرض توازي ضعف تساوي ضعف مساحة قطاع غزة على أن تستدلها مصر بأرض في جنوب النقب تصلها بالأردن وبالمملكة العربية السعودية من الجنوب العرض مغري بالنسبة لمصر مغري جدا يعني القطاع التي ستأخذها مصر مهمة جدا للاقتصاد المصري ومهمة جدا للديمغرافيا المصرية ومهمة جدا للتجارة ولكن على حساب توسيع إسرائيل وترضي الشعب الفلسطيني من غزة حركة حماس نفسها التي قسمت ظهر القضية الفلسطينية وأضعفت وحدة الموقف الفلسطيني وأضعفت منظمة التحرير وفرضت علينا وجودا لمحمود عباس حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية بسنوات طويلة يعني هو مفترض يحكم خمس سنوات صروا عم يحكمنا أكثر من عشرين عاما رجل ضعيف بضعفه جرى تدمير المؤسسات الفلسطينية وانتشر الفساد في المؤسسات التابعة للسلطة ومنظمة التحرير وفتح وضعفت القوى الفلسطينية اليوم عملية حماس هي عملية فلسطينية عملية فلسطينية بامتياز وهي تعبير صارخ عن الانشقاق في حركة حماس الذين قاموا بهذه العملية هم الجناح الفلسطيني في حماس والذين يقودون حماس من الخارج هؤلاء الجناح الإخواني بحركة حماس لكن هذا الجناح الفلسطيني يبدو أنه جناح متهور يبدو أنه متهور يعني رغم البطولة العظيمة التي افتخر فيها كل فلسطيني وكل عربي والتي أبداها المقاتل الفلسطيني في مواجهة الجندي الإسرائيلي إلا أن النتائج الكارثية لهذه العملية تجعلنا نقول أن القرار السياسي الذي يقف وراء هذه العملية كان قرارا أحمقا بدليل النتائج ما هي نتائج هذا القرار السياسي الحديث عن مشاريع ترحيل كلها لغزة نتمنى أن تمتلك المقاومة القوة الكافية لدحر هذا المشروع القوة الكافية لمقاومة العدوان الصيوني الذي يتخذ من هذا المشروع حجة نتمنى أن تكون المقاومة قوية بما يكفي لكي تنبذ القيادات الإخوانية وتنتخب قيادات فلسطينية على رأس حركة حماس وتتحول هذه الحركة إلى فصيل وطني فلسطيني يدخل في منظمة التحرير ويسيطر على منظمة التحرير لا مشكلة ولكن أن يكون تيارا فلسطينيا وليس تيارا إخوانيا مفروضا على الساحة الفلسطينية بأجندة غير فلسطينية كما كانت الأجندة في السابق أن يكون تيار فلسطيني وعند إذن تحصل الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس جديد وليكن من حماس أو من فتح أو مستقل هكذا نعيد بناء القضية الفلسطينية من جديد هكذا نعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد والسلطة الفلسطينية من جديد ونوحد الموقف الفلسطيني من جديد وعلى الجميع أن يساعد أفراد وأعضاء حماس على أن يكونوا فلسطينيين على أن يكونوا أصحاب حس فلسطيني لا أن يعتمدوا على مبايعاتهم للمرشد الأعلى الذين لا يعرفون منهم ولا يعرفون من أين يأتيهم بالقرارات ولا يعرفون من أين يأتي بالمال ولا يعرفون ماذا يريد أن يكونوا فلسطينيين بقرار فلسطيني حتى وإن ارتكبوا حماقات حتى وإن ارتكبوا ما ارتكبوا الشعب الفلسطيني يحتضنهم ويحميهم ومستعد لدفع الثمن كما دفع أثمان كثيرة في الماضي ولكن عليهم أن يكونوا فلسطينيين وعندما يكونوا فلسطينيين فكلنا معهم وكل الشعب الفلسطيني معهم والنصر بإذن الله سيكون حليفا للمظلومين المتضامنين مع بعضهم البعض كيد واحدة وكجسد واحد إذا اشتكى عضو منه تداعت له سائر العضاء بالحمى والسهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته